اقتصادياً أبرم إقليم كردوسان والمملكة العربية السعودية فقات تجارية واستثمارية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وقالت مصادر كردية أن رئيس حكومة كردوسان شيرفان بارزاني بحث مع وفد سعودي يزور الإقليم لتسليط الضوء على المجالات التي تهم الجانبين الصناعية منها والزراعية والسياحية مضيفة أن الطرفين يتفقى على أن تتخذ كردوسان مركزاً لبدء النشاط التجاري والاقتصادي والعمل والاستثمار في جميع أنحاء العراق وأطلقت صباح اليوم فعاليات المنتدى التجارية بين إقليم كردوسان والسعودية في أربيل بمشاركة العديد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين ورؤوس الأموال لتشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين